بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فوجد حبلاً مربوطاً بين ساريتين أي بين عمودين في المسجد فسأل النبي لمن هذا الحبل قالوا لزينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ليه عملت الحبل ده؟ قالوا تصلي نشاطها فإذا فترت تعلقت به السيدة زينب رضي الله عنها عايزة تصلي كتير بتكتهد في العبادة فلما بتتعب عملت حبل علشان تتعلق به وتكمل الصلاة هل الكلام ده عجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده لم يعجب النبي قال حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فترى فليرقد أو فليقعد صلي وانت عندك صحة صلي وانت تايق تعبت؟ قعد تعبت؟ ارتاح شوية نام صلي قيام الليل لكن ما تجيش على نفسك وتعلق في حبل وتبقى تعبان أو مريض النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيفرهما ما لم يكن إثما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا النبي مرضيش لزنة بنته أنها تتعلق في الحبل وهي بتصلي قال لا تصلي وهي قادرة لما تكون مش قادرة ترتاح فليقعد أو فليرقد عاوزين نتعلم في حياتنا إن دين دين الوسطية وإن الإنسان ربنا عز وجل خفف عنه يريد الله أن يخفف عنكم ربنا خفف علينا واختر لنا التيسير فبلاش نصعب على نفسنا وبلاش نتعنت وإحنا نتعبد لله عز وجل يسروا ولا تعسروا إلى اللقاء اشتركوا في القناة